السحة الرياضية خلال هذه الفترة وهو السوشال ميديا السوشال ميديا دايما هي اللي بتعرفنا أو خلال الفترات الأخيرة خلال السنتين الأخيرتين تحديدا السوشال ميديا غيرت كتير جدا جدا في حياتنا ناس كتيرة جدا بتقعد أوقات طويلة جدا على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تويتر وناس بتشوف القراء وممكن منت قاعد في البيت مجرد قاعدتك في البيت بس وبتتصفح أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بتشوف الأخبار كلها وبتشوف كل حاجة وبتشوف قراء الناس وتشوف قراء مجموعة كبيرة من الناس الحقيقة ولكن امبارح أو أول امبارح فجأة ظهر موضوع على السطح حاجة كده مش على سطح البيت لكن على قمة المواضيع اللي هنتكلم عنها وهو موضوع الناس اتكلمت فيه كتير قوي وقالوا ان ده بنسبة لعمر وردة طبعا وأحمد حسن كوكا وأيمن أشرف وأحمد محمود الوينش أربع لعبين بتفرجوا على ستوريز على انستجرام من الناس اللي عارفة كويس على الكلام ده أو تعرف كويس مواقع التواصل الاجتماعي تعرف ان الستوريز دي حاجة موجودة فوق كده الواحد لو فتحها بيبص على الستوريز اللي موجودة عنده أو بتبقى حاجة كده عبارة عن 10-15 ثانية يعني بتتفرج فيها على صور أو فيديو بسيط حاجة تخص اللي حاطت هذا الموضوع طيب خلينا بس نفكر في الموضوع واحدة واحدة وأنا حبقى ولا معه ولا ضد هذا الموضوع ولكن الرأي يبقى في رأي حضراتكم في الأخ في الطبيعي لما بيحط لما حد بيحط الستوريز دي معناها ان هو عايز يفرج الناس عليها ده المعنى الأساسي للموضوع ده ان الناس يلا جماعة اللي عايز يخش يتفرج أنا لما مثلا بحطين صورة مليا بعمل حاجة كذا 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 بحطها على الستوري فمعناها ان أنا عايز الناس تتفرج على هذا الموضوع طب ايه المشكلة لما أربع لاعبين يخشوا يتفرجوا على حاجة مش ايه المشكلة ولكن ايه الموضوع الموضوع كبر فجأة اء لا هينا انتشر بشكل كبير جدا جدا ان هناك واقع التحرش لأربع لاعبين من المنتخب التحرش لفظي طبعا فجئنا بسيدة بتتكلم وحطة على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا صور اللاعبين أو عاملة سكين شوت لبعض الأربع اللاعبين اللي أنا اتكلمت عنهم وحطها وكتبة كذا وكذا وكذا ودول كانوا بيعملوا طيب اللاعبين يعملوا إيه يعني أنا أنا واحد قاعد بفتح الفيسبوك أو بفتح أي حاجة ببص لكن اللي مش مقبولي الحقيقة أن هما ما يكونوش مركزين في المباريات هو ده اللي مش مقبولي هو ده اللي احنا ممكن نتكلم عنه لكن لكل واحد حياته الخاصة طالما أنت ما بتجيش على حياة حد الخاصة يبقى خلاص لكن في النهاية الأربع لعبين دول أربع لعبين من المنتخب الوطني ولهم دور كبير للناس كلها مستنية حيعملوا إيه خلال الفترة اللي جاية مش الأربع لعبين الناس بتستنى الثلاثة وعشرين لعب حيعملوا إيه الفترة اللي جاية فإن الحقيقة فجأة لقيت الموضوع ده انتشر فجأة لقيت الموضوع ده الناس كلها بتتكلم فيه تحرش لفظي من فلان وعلان وترتان على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان هناك خطأ فالخطأ ده بيكون في عدم التركيز في المباريات وفي التدريب لأن تخيل حضرتك أنت لما يبقى وراك 104 مليون واحد مستنينك 104 مليون واحد مستنينك اللعبة دي لازم تعرف هذا الكلام مش الثلاثة ولا الأربعة دول لا كل اللاعبين اللي موجودين في المنتخب الوطني لازم يبقوا عارفين أن في 104 مليون مستنين أنتوا هتعملوا إيه خلال الفترة اللي جاية وبالتالي حاولنا نعرف إيه اللي حصل إيه الموضوع طبعا الموضوع اتعرف من أوله لآخر من أول حاجة أو من أول كلمة حصلت فيه لغاية آخر حاجة حصلت فيه ولم ينفي المدير الإداري للمنتخب أو مدير المنتخب الكابتن أو المهندس إهاب لهيطة لم ينفي هذا الموضوع وقال بالفعل أن حصل هذا الموضوع وأن مستر خفير أجيري قعد مع كل اللاعبين ودي مهمة جدا قعد مع كل اللاعبين وقال لهم لازم تركزوا بقى خلال الفترة اللي جاية نبعد عن التليفونات نبعد عن كذا نبعد عن كذا ولكن مثلا اتكتب أن التليفونات كلها هتتسحب من اللاعبين وده مش صحيح الموضوع ده مش صحيح الموضوع ده ما ينفعش دلوقت يا جماعة وإحنا في القرن الـ 21 أن الناس تسحب التليفونات من اللاعبين اللاعبين دول مفروض أنهم يبقى عندهم مسئولية كبيرة جدا جدا اتجاه الـ 104 مليون اللي مستنينهم هيعملوا إيه 104 مليون مستنين الـ 23 لاعب اللي موجودين في قيمة المنتخب هيعملوا إيه خلال الفترة اللي جاية وبالتالي قعد معهم مستر خفير أجادي قعد مع كل اللاعبين وأوصاهم أنهم يركزوا خلال الفترة اللي جاية ويبتعدوا تماما عن مواقع التواصل الاجتماعي ويبتعدوا عن كذا وعن كذا وعن كل ما يعيق تركزهم في المباريات القادمة لأن احنا عندنا مباراة مهمة جدا جدا يوم الأربع القادم معرفش أنتوا فاكرين أو الناس اللي بتتكلم لسه في هذا الموضوع فاكرة ولا مش فاكرة عندنا مطش مهم جدا يوم الأربع اللي جاي مطش مهم جدا اللاعبين دول أخطأوا منهم من أخطأ ومنهم من لم يخطأ من وجهة نظري اللي أخطأ يجب أن يحاسب يحاسب إزاي المدير الفني حاسبه مش أنا اللي حاسبه أو المدير المنتخب هو اللي حاسبه مش أنا اللي حاسبه ولا حضرتك اللي حتحاسبه دول المفروض أن هم لعبين محترفين عندهم قدر كبير من المسئولية عندهم قدر كبير من المسئولية يخليهم يعرفوا إيه اللي بيحصل أو المفروض يعملوا إيه والمفروض ما يعملوش إيه خدوا بالحضراتكم في ناس كتيرة جدا نفسها تروح تتصور مثلا مع لعبت المنتخب مثلا وناس من القريبين يعني مثلا هتكلم عن نفسي مثلا أنا أعرف معظم لعبت المنتخب وممكن جدا أن أنا أتكلم مع أي حد فيه وقوله أنا أولادي عايزين يجو يتصوره وكذا عايزين يجو يتصوره ولكن كل تفكير الشعب المصري أو الناس اللي المفروض أن هي مسؤولة في هذا الموضوع أنا شخصيا بعتبر نفسي مسؤول حضرتك كجمهور أنا بعتبرك مسؤول عن كل تركيز المنتخب خلال الفترة اللي جاية لأن المنتخب في حاجة إلى التركيز وفي حاجة إلى المسندة المسندة فقط هي اللي المفروض تحصل خلال هذه الفترة منتخبنا الوطني عنده مهمة أنا بعتبرها مهمة قومية الكل بيعتبرها مهمة قومية وهي الفوز بهذه البطولة بعد هذا التنظيم الرائع اللي إحنا شايفينه والكلام اللي إحنا عملين اسمعه الحقيقة الواحد لما دلوقتي يجي يتكلم على المنتخب الوطني أو على حفل الافتتاح والتنظيم الرائع حتى الآن النهاردة مباريات الدفاع الجوي حاجة رائعة جدا جدا وحاجة محترمة جدا المباريات اللي بتتلاحب في السيد السلام إيه الجمال ده إيه الحلاوة دي وأحد أصدقائي وكان عايش فترة طويلة خارج مصر ولما رجع اتفرج على شوية في الدور المصري ويتفرج دلوقتي على بطولة كاسي أوقع في القينارة وانا قاعد بتفرج على مطش المغرب ونميبيا دخل كده قاعد بص على المطش وقال لي بقولك ايه هو المطش ده في مصر مش مصدق من جمال التصوير ومن جمال التنظيم ومن جمال الملعب ومن جمال المدرجات ومن جمال الجمهور اللي موجود حاجة جميلة جدا 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 فبالتالي هي مهمة قومية إن شاء الله تكلل بالنجاح في نهاية هذه البطولة يوم 19 منتخبنا الوطن يلعب المباراة النهائية ويستطيع أن يفوز وبالتالي من أخطأ يجب أن يتم عقابه من وجهة نظر المدير الفني أو مدير المنتخب المدير المنتخب والمدير الفني هما لليهم الحق في أن هما يشوفوا مين أخطأ ويحاسبوه إزاي إحنا بنحاول ندق هنا أن في نقوص خطر هنا لازم تركزوا اللاعبين لازم يركزوا خلال الفترة اللي جاية في كرة القدم الشهر اللي جاي ده أو الشهر اللي كان يوم ده لازم يكون هناك تركيز في كرة القدم فقط ما يبقاش فيه تركيز في حاجة تانية أخطأت أو ما أخطأتش ده لنفسك أخطأت أو ما أخطأتش ده لنفسك ولكن أنت دلوقتي من المفترض أن أنت مسؤول عن فرحة 104 مليون شيل الأربعة مثلاً مش مهتمين بكرة القدم أنت مسؤول عن فرحة 100 مليون مواطن مصري نفسهم يشوفوا منتخب بلدهم في النهائي وبيشيلوا اللاعبين دول بيشيلوا كاس البطولة لازم تحط نفسك تحت المسئولية دي أنت كلاعب لازم تحط نفسك تحت المسئولية دي فالموضوع ده النهاردة العرفت أن الموضوع تقفل تماماً قعد معاهم خفير أجري مع كل اللاعبين مع الثلاثة وعشرين اللاعب وقال لهم لازم تركزوا الفترة اللي جاية وأظهر لهم يعني العين الحمرة شوية وزعق شوية واتكلم كلمتين جمدين شوية وقفل الموضوع تماماً وبالنسبة لمدير المنتخب المهندس قبل هيطة الموضوع تقفل تماماً خلاص تقفل وتطوت الصفحة دي واللي أخطأ سيتم عقابه وما لم يخطئ خلاص انتهى الموضوع بالنسبة لي هو ده اللي احنا عايزينه الموضوع ده يتقفل ونفكر في مباراة يوم الأربع مباراة مهمة جداً ومباراة صعبة بالمناسبة مباراة مهمة ومباراة صعبة منتخب الكونغو منتخب جيد اتغلب من المنتخب الأغاندي وبالتالي بيصعب مهمة منتخبنا الوطني في المباراة القادمة من مبارح وانا قلت لحضراتكم الكلام ده قلت لكم يا جماعة مش عايزين نقعد نكسر في منتخبنا آه المنتخب لم يظهر بالمستوى اللي احنا عايزينه منه ولكن طبيعة مباراة الافتتاح دايماً بتبقى كده هل منتخب المغرب النهاردة ظهر بشكل جيد؟ حد يقولي هل منتخب السنغال على رغم منه هو كسب 2-0 ظهر بالمنظر اللي حضراتكم أو بالشكل الفني اللي حضراتكم شايفينه أو اللي انتو متخيلينه عن منتخب السنغال؟ لا المنتخب الجزائري النهاردة على رغم منه هو بيلعب منتخب أقل منه فنياً بكتير المنتخب الكيني وأيضاً المنتخب السنغالي هل المنتخب الجزائري في الشوت الأول ظهر بالمستوى المتميز اللي احنا كلنا مستنيينه؟ هي المباريات الافتتاحية طبيعتها كده أنا لما حد يجي يسألني ويقولي عايزين نقيم المنتخب الوطني أو نقيم مثلاً المنتخب السنغال مين أفضل فرقة لعبة لغاية دلوقتي أو كده؟ أنا شخصياً بقول يا جماعة خلينا نستنى بعد المباراة تانية على الأقل بعد المباراة تانية على الأقل اللي فيه ملامح طبعاً بتبان وكل حاجة من المفترض أنها تبقى واضحة لكن منتخبنا الوطني منتخب قوي عنده أسماء جيدة يستحق المسندة خلال الفترة اللي جاي المنتخب الوطني يستحق المسندة خلال الفترة اللي جاي مش بعد كل اللي حضراتكو شايفينه ومش بعد كل الاهتمام من أعلى قيادة في البلد لأصغر قيادة في البلد الكل بيهتم بهذه البطولة دلوقتي استادات على أعلى مستوى تنظيم على أعلى مستوى تذاكر على أعلى مستوى جمهور متواجد في كل المدرجات الحمد لله النهاردة جمهور أفضل كتير من مباراة مبارح بكرة حيبقى أفضل وأفضل هو ده اللي احنا مستنيين وهو ده اللي احنا بننتظره فعشان كده أنا بقول لحضراتكم من فضلكم مش عايزين تكسير في منتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة داخلين على مباراة صعبة داخلين على فترة صعبة جدا جدا كل المباريات القادمة مباريات صعبة هتلعب منتخب الكونغو منتخب قوي مباراة صعبة لو خسر برا البطولة لو خسر منتخب الكونغو هيبقى برا البطولة بنسبة كبيرة يعني هيبقى برا البطولة وبالتالي هو مش عايز يخسر على الأقل مش عايز يخسر عندك بعد كده مباراة أمام أغندا الله أعلم أغاندا هتعمل إيه أمام زمبابو وبالتالي من فضل حضراتكم خلينا نساند منتخبنا الوطن في بعض اللاعبين أخطأه فعلا في بعض اللاعبين أخطأه في عدم التركيز في المباراة وفي التدريبات ولكن من الممكن جدا أن احنا نتجاوز احنا بقى كجمهور نتجاوز عن هذا الموضوع لغرض واحد فقط وهو المصلحة العامة اللي هي مصلحة مصر في النهاية إن احنا ما ينفعش إن احنا نستبعد أربع اللاعبين بالمناسبة الناس اللي بتطالب باستبعاد أنا قريت حاجات غريبة جدا الناس بتطالب باستبعاد اللاعبين يا جماعة لا ما ينفعش الأخطأ يجب أن يتم عقابه وأنا متأكد أن مدير المنتخب المهندس إهابل هيطة أكيد وقع عقابه على اللاعبين دول وحيبان بس بعد البطولة ما اعتقدش دلوقتي ما اعتقدش دلوقتي فخلاص اللي أخطأ يعني يتم حسابه وإحنا إن شاء الله كجمهور وجهة نظري طبعا ومن يتقبلها يتقبلها ومن لا يتقبلها هو حر لكن كل اللي أنا بقوله نحنا المسندة 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 واجبة خلال الفترة القادمة يوم الأربع القادم مباراة صعبة جدا 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 يجب أن يتتم المسندة والاستاد دا كله يبقى مليان على آخره زي ما شفنا في مباراة الافتتاح لأنه هو دا اللي إحنا مستنيينه دائما من الشعب المصري ومن الجمهور المصري اللي دايما بيزين كل الاستادات والمنظر اللي إحنا شايفينه مبارح والنهاردة وإن شاء الله خلال أيام البطولة حاجة تفرح حاجة يعني مش عارفة أقول لحضراتكم إيه والله بجد يعني من زمانة